أولا هل أنتم تتعاونون مع مبعوث الأمم المتحدة في اليمن بشكل وصيق وحضرتك شخصيا هل ترى كل التقارير اللي بيقوم فيها المبعوث الأمم المتحدة في اليمن شو نوعية العلاقة ماذا يحصل بينكم أنتم شخصيا كمندوب دائم للسعودية وهذا المبعوث إلى اليمن طبعا نحن استجبنا لنداء الأمين العام بضرورة الإعلان عن وقف اطلاق نار عالمي وكوني في جميع أنحاء الكون بسبب جانحة الكورونا وأعلننا قبل إعلان الأمين العام عن وقف اطلاق النار في اليمن ومددنا عدة مرات ونحن على استعداد في الوقت الحاضر للالتزام بوقف اطلاق نار في اليمن إذا استجاب الطرف الآخر لذلك في كل المرات التي نعلن فيها عن وقف لإطلاق النار لا نجد استجابة من الطرف الآخر وكما يقولون في الغرب أنه رقصة التانغو تحتاج إلى طرفين لا يمكن لشخص واحد أن يؤديها بمفردة ليس لنا شريك في صنع السلام في اليمن لا يوجد هذا الشريك في الوقت الحاضر لأي سبب من الأسباب لا أعلم لكن هذا الشريك لا يبدو جاهزا لأن يعمل ما فيه مصلحة الشعب اليمني المبعوث الدولي إلى اليمن يحظى بدعم مساندة المملكة العربية السعودية بالكامل وتقاريره المعلنة تؤكد ذلك وآخرها كان تقريره في مجلس الأمن قبل أيام قليلة وفيه أنحاب اللائمة على الحوثيين لعرقلتهم للمساعدات الإنسانية ومنعهم هذه المساعدات من الوصول إلى المستفيدين من أبناء الشعب اليمني علاقة المملكة وثيقة وقوية مع المبعوث الأممي وهي تساعده وتحثه على إنجاز المزيد وتيسر له كل السبل لهذا الغرض وأنا على علاقة وثيقة مع زملائنا في الرياضة الذين يتعاملون معه مباشرة ونطلع منهم أولا بأول على مجرى الأحداث والمحادثات والمباحثات التي تتم